اوديولابي تقدم مقالاً صوتياً بعنوان خمسة عشر وظيفة يمكن أن تجعلك مليوناراً قراءة مروان بن حفصية المصدر مدونة اوديولابي اوديولابي دوت بلوغ استمع لهذا المقال وحمل المزيد عبر تطبيق اوديولابي مع سمرار نمو الاقتصاد العالمي يبدو ان الاثرياء يسمرون في ان يصبحوا اكثر ثراء ولكن كيف بالضبط جمع اثرياء العالمي ثروتهم في المقام الاول ما هي الوصفة السرية لطهي اولي مليون لك على رغم من عدم وجود صيغة سحرية محددة لتصبح مليوناراً الا ان هناك وظائف معينة تبدو اكثر ربحية من غيرها بطبيعة الحالي مجرد متابعة احدى هذه الوظائف ليس ضماناً للنجاح على الرغم من انه يضعك بالتأكيد على المسار الصحيح اذا ما الوظائف التي من المحتمل ان تجعلك مليوناراً اولاً مصرفي استثمار هناك الكثير من الالتباس حول ما يفعله المصرفيون الاستثماريون في الواقع هل يعملون في البنك؟ هل يستثمرون؟ ما الذي يستثمرون فيه بالضبط؟ بالاساس يعمل المصرفي الاستثماري كوسيط بين المشترين والبائعين للشركات وهو مسؤول عن تنفيذ صفقات الشركات هذه وظيفتهم اذا هي تقديم مشهورة لعملائهم بشأن البيع سواء كان ذلك شراء السندات او الاسهم او عمليات الاندماج او عرض الاسهم او الديون هذه مهنة بارزة في وولستريت لكنها يمكن ان تكون ايضاً متطلبة للغاية ومرهقة حيث يعمل المصرفيون الاستثماريون في الغالب لمائة ساعة عمل في الاسبوع ومع ذلك فان جهودهم تكافأ بمبلغ مربح للغاية لان هذه واحدة من افضل المهن التي يمكن ان تؤدي الى رواتب تتكون من سبعة او حتى عشرة ارقام ثانياً مؤلف ان تصبح كاتباً ناجحاً ليس نزهة ممتعة في الحديقة الامر اشبه بجري ماراتون في يوم حار دون ارتداء اي حذا في الواقع من البداية حتى النهاية قد تكون عملية كتابة كتاب ونشره مرهقة حتى بالنسبة الى خالق الكلمات الاكثر موهبة ولكن عندما تحصل على صفقة كتاب فهناك امكانية كبيرة لتحقيق الارباح بصراحة تامة لم يكتب افضل المؤلفين من اجل المال بصفتهم رواة قصص موهوبين فقد نجحوا في استمالة العالم برواياتهم المؤثرة وحققوا ثروة اثناء ذلك خذ جاي كاي رولينغ على سبيل المثال تعرف اليوم باسم اغنى مؤلف في العالم تم رفض مسودة اول كتاب لها هاري بوتر اثنى عشر مرة قبل ان يتم نشره اخيرا في عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين ثالثا رياضي بصفتك رياضيا رفيع المستوى لا يمكنك الاستمتاع بالمجد والشهرة والالقاب فحسب بل ستجني ايضا قدرا كبيرا من المال في الواقع بفضل سفقات التأييد وجوائز البطولة والرواتب العالية يحصل اعظم الرياضيين على ما هو اكثر بكثير من مجرد الجوائز والتقديرات للاندمام الى امثال مايكل جوردن وتايجر وودز وسيرينا وليمز يتطلب الامر موهبة ومهارة لا يمكن انكارها في حين ان تكريسك الوقت للرياضة التي اخترتها وتحمل كل تقلباتها قد يكون من العوامل الحاسمة لنجاحك غالبا ما يكون رواد الاعمال صنع ثرواتهم بعبارة اخرى نادرا ما ستجد رجل اعمال مليونار يعمل لحسابي شخص اخر في الواقع لقد مهدوا طريقهم للنجاح من خلال تطوير منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة واشتياح العالم خذ بيل جيس والجيف بيزوس وهما من اغنى الناس في العالم كمثال بدأ هؤلاء الباطرة بفكرة بسيطة طوروها الى نجاح بمليارات الدولارات لا شك ان العمل كرجل اعمال هو احد افضل الوظائف التي يمكن ان تجعلك مليارديرا من التكنولوجيا الى وسائل الاعلام ومن البيع بالتجزئة الى رعاية الصحية تم تشكيل ثروات من عشرة ارقام في العديد من الصناعات لذلك لكي تصبح رائد اعمال ناجح عليك اولا ان تجد المكان المناسب لك قبل ان تتمكن من بناء امبراطورياتك الخاصة خامسا محامي ممارسة القانون هي واحدة من افضل المهن لتحقيق ارباح عالية بشكل لا يصدق ومع ذلك في حين ان متوسط الراتبي للمحامين يمكن ان يصل الى 120 الف دولار امريكي سنويا الا ان هذا الدخل يبدو متواضعا مقارنة بما يحققه اكبر الاثرية بالطبع يمكن ان تحقق المجالات المختلفة في القانون ارباحا اعلى وتشمل شركات والجنائية وبراءات الاختراع والضرائب والعقارات وقانون الملكية الفكرية عندما يتعلق الامر بالكسب الكبير كمحامن فان معدل النجاح الثابتي في المحاكم وقائمة العملاء الكبار تعد من اهم العوامل سادسا بناء العقارات اصبحت ساحة العقارات تمثل ساحة لعب كبيرة لاصحاب المليارات لذلك مع ارتفاع قيمة العقارات فان مطوري العقارات يبنون ثروتهم من خلال مشاريع التنمية التجارية والسكنية بكل معنى الكلمة من اجل الفوز بمكان في مجال العقارات الصعيدة تحتاج اولا الى توسيع معارفك فيه يعد اكتساب الخبرة كوكيل عقاري اولا وتعرف على السوق المحلي طريقة جيدة للاستفادة من هذه الصناعة المربحة في الواقع بدأ اهوي كايان اغنى رجل اعمال عقاري في العالم حياته المهنية بشراء عقارات منخفضة سعر في جميع انحاء الصين قبل الانتقال تدريجيا الى مشاريع اكبر سابعا جراح ان تصبح جراحا هو امر متطلب بقدر ما هو مجسن على الرغم من ان حصولك على اللقب قد يستغرق سنوات من تدريب المكثف الا ان جهودك تكافأ براتب ضخم بالاضافة الى المهارة اللازمة لانقاذ الارواح خارج غرفة العمليات يكرس الجراحون وقتهم لاجراء البحوث المبتكرة وتطوير علاجات طبية رائدة بالنسبة للبعض يمكن ان يكون هذا السبب النبيل مصدرا كبيرا للثروة مثال على ذلك الدكتور باتريك سونشيونغ رائد علاج السرطان واغنى جراح في العالم ثامنا مخترع يعرف المخترعون بخيالهم الشاسع وافكارهم المبتكرة ولكن في حين ان العديد من هذه الافكار يمكن ان تكون رائدة الا ان طرحها في السوق وتسويقها يمكن ان يمثل تحديا كبيرا ومع ذلك يمكن للاشخاص الذين يصنعون ذلك ان يكسبوا ارباحا طائلة من الاتوات المترتبة عن هذه الاختراعات انجح المخترعين لا يبتكرون منتجات جديدة فقط انهم يعرفون ايضا كيفية تسويقها بفعالية للجمهور تاسعا مدير صندوق التحوط يعتبر سوق الاسهم جزءا مهما من الاقتصاد ويمكن ان يكون ايضا مصدرا مهما للدخل خاصة اذا كنت مديرا لصندوق التحوط تسلزم هذه الوظيفة العثور على المستثمرين وتتبع فرص الاستثمار في الاسواق المالية كل ذلك اثناء تحليل اتجاه سوق الاوراق المالية المتغيرة باستمرار لكي تنجح في هذه المهنة عادة ما يطلب منك قضاء ساعات طويلة وانشي منافسة استراتيجيات الاستثمار وخطة التسويق القوية في المقابل يفرد مدير صندوق التحوط على عملائهم رسوما ادارية ويحصلون على جزء كبير من الارباح السنوية التي تحقيقها صندوق التحوط هذه المحاسبة في الواقع مسار وظيفي مربح مع رواتب اعلى بكثير من المتوسط العام لذلك مع استمرار نمو الاقتصاد تزداد الحاجة الى المدقيقين بشكل مضطرد مما يجعل المحاسبة واحدة من اكثر المهن ربحية هناك اذا كنت ترغب في الحصول على مرتبة اعلى ربحا في هذا المجال فستحتاج الى القيام بحركات اكثر ذكاء بشكل عام يتمتع المحاسبون ذو التخصصات وشهدات التعليم العالي بميزة تنافسية 11 الفنان المحترف بصفتك فنانا محترفا ستتروح مواهبك بين الغناء والتمثيل او العرض او كل ما سبق من بطولة الافلام ذات الميزانيات الكبيرة الى استضافات البرامج التلفزيونية وذهب في جولات الحفلات الموسيقية يمكن ان تكون حياة الفنان المحترف براقة ومربحة بنفس القدر قد يكون الطريق الى النجاح طويلا لكن اولئك الذين يقتحمون الشهرة يمكنهم جنيو ثروة بينما يعيشون حياة جيدة 12 المستثمر الاستثمار هو من اكثر وظائف المليونيرات تميوسا في الواقع العمل في مجال الاستثمار والتمويل لديه القدرة على اكسابك الكثير من المال غالبا ما يبني المستثمرون ثروتهم كمديرين لصناديق التحوط اغنى مستثمر وثالث اغنى رجل في العالم وارين بافيت بنى امبراطوريته على الاسهم فقط وعز استراتيجيته الى فكرة بنجامين جرهام عن القيمة الجوهرية بعبارة اخرى الاستثمار في الاصول التي لديها امكانية للنمو الكبير 13 الرئيس التنفيذي يمكن ان تتراوح الادوار التنفيذية بين رئيس التنفيذي والمدير المالي في حين ان هذه الادوار مختلفة في طبيعتها فانها جميعا تصنف على انها وظائف ملياردار في الواقع يعتبر شغل منصب تنفيذي داخل الشركة خطوة في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الامر ببناء ثروتك بطبع مع نفوذ الكبير تأتي ايضا المسؤولية الكبيرة حيث يجب ان تكون قادرا على تلبية المتطلبات والتوقعات للحفاظ على عمل الشركة مثل الساعة 14 وكيل تأمين تعتبر اعمال تأمين صناعة مربحة بلا شك انتجت عددا لباس به من الملياردرات في الواقع جمعت الصناعة في الولايات المتحدة 1.2 تريليون دولار من صاف اقصة التأمين في عام 2018 لذلك مع السمراري نمو الاقتصاد ينمو سوق التأمين معه ومع ذلك من اجل الانضمام الى نادي الملياردار الحصري فان بيع التأمين ببساطة لن يقطعه 15 مهندس عندما يتعلق الامر بالوظائف التي تجعلك مليونارا فان الهندسة هي واحدة من افضل الوظائف المتاحة من بين اغنى اغنياء العالم يحمل نصفهم شاهدات في الهندسة بما في ذلك جيف بيزوس وكارلو ساليم ولياري بيك بينما يبدو ان الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر هي الخيارات الاكثر شيوعا بين اغنى الناس في العالم فان الهندسة المدنية والميكانيكية والكيميائية تعتبر ايضا خيارات جيدة ان تصبح مهندسا يبدو انه خطوة ذكية جدا ومع تزايد الطلب على المهندسين بشكل مطرد هناك احتمال كبير جدا للحصول على الراتب الذي يمكنك استخدامه لصالحك